نالكم مرة ثانية بعد الفاصل في الفكرة المحببة ليه وهي فكرة مطبخ ايش حياتك وطبعا شيف عمر مزبطنا زي كل مرة النهاردة واجبتنا ايه بقى النهاردة واجبة صحية متكملة العناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية وهي الكفتة السويدية هي الكفتة قليلة السعرات اه الكفتة قليلة السعرات واخواتنا الاطباط دلوقتي عشان فيه سيوم طبعا عاملينها ولكن بالعدس الاصمر علشان هم مش بيأكلوا لحوم فعشان كده بنقدر نحن نتحايل عليها نحن نحط عدس اصمر او للناس النباتية او كمان اوقات كتير بنحط حمص وكشور السيليام اللي دايما بندخلها في الاكل علشان خاطر الوحدة الوحدة يبقى مش كبيرة وتنفش في البطن بنتحك عليهم يعني ان الاخر وده في الفقرة بطاعة مطبخ عش حياتك واحنا النهاردة بنتكلم عن ايه اول حاجة صوروا ارقام تليفون الفريق الطبي علشان نفتكر كده ما نتشغلش بالاكل ورحت الاكل صوروا ارقام الفريق الطبي وكلموهم فون او واتساب او لينك صفحة وان دايت هينزل دلوقتي علشان اي استفسارات تخص الدايت او تخص حالتكم الصحية هتلاول فريق الطبي زي ما بقول اللي بنتحدى بيه قاعد يجاوبكم معانا كورس انا السيليام كشور السيليام التجربة اللي موجودة قدامي لالوان الكتير اللي موجودة كشور السيليام اهي لانا بحط لها مية علشان خاطر احاول افكها من بعضها يا جماعة لان هي بقت جل وهي دي الميزة بصوا عشان كده بقول كشور السيليام دي سحرف ان انا ماكلش بعدها ااكل اللي انا عايزة ولكن بكميات قليلة وطبعا صديقي القهوة الخضرة القهوة الخضرة اللي بتزود المناعة اللي بتزود الحر اللي بتثبتلي الانسولين وبتعمل كنترول الانسولين وبتثبتلي نسبة السكر في الدم وتحافظ على نسبة الكوليسترول وتحفظني من تكتلات الدهون كل الكلام ده القهوة الخضرة مهمة جدا جدا بس ناخدها ازاي وصح وده دور الفريق الطبي معايا فيتامين كاتيكا فيتامين كاتيكا فيتامين مسجل ومرخص من وزارة الصحة فيه فيتامين دال عشان يعوضلي نقص فيتامين دال اللي مالي جسمي ولينا كلنا ان احنا عندنا نقص فيتامين دال ويسبب سمنة موضعية وفيه كمان فيتامين كي فيه كالسيوم فيه ماجنيسيوم يعني هيعالجلي ألم العزام وهيعالجلي المناعة هيعالجلي نقص فيتامين دي كمان ده موجود في كاتيكا كل ده معايا كريم شد الترهولات علشان سليوليت والكرش والجناب والترهولات اللي في الجلد هيحفز الكولاجين علشان يشدلي الجلد مرة تانية كله هناخد عليه خاص من 50% هيوصلنا لحد البيت مجانا فريق الطبي هيتابعني مجانا وكمان هناخد هدية كريم البشرة وكريم العزام كل ده النهاردة في حلقة عيش حياتك مع كورس الأناسيليم هناكل ايه هناكل كفتة السودية تعالوا كده بقى اوريكوا الكفتة السودية بصوا بقى هو بصراحة عشان اجيلكوا كده هو بصراحة شيف عمر مريحني النهاردة هو عمل لنا اللحمة المفرومة اللي المفروض نعمل بيها الكفتة عملها لنا بالعدس الأصمر علشان خاطر اخواتنا الأقباط احنا مهتمين بهم جدا اللي مش بياكلوا لحوم والصاص الأبيض ده برضو زي ما بقول مش شرط يبقى عندنا اللبن الحليب فيه أنواع كتيرة جدا من الألبان اللي ممكن تبقى نباتية زي لبن جوز الهند أو أي ألبان تانية فقادي الكفتة والرز بالخضار اهو يبقى عندي بروتين عندي فيتامينات عندي ألياف عندي نشويات تمام النشويات علشان خاطر الناس تقول هو فيه ضايت بيبقى معنا شويات آه في ضايت معنا شويات لأن الناس بيبقى عندها أفكار غلط غلط للضايت أهو هذه الكفتة بتاعتنا تمام وكمان هنحط الصص بتاعنا علشان نبقى ما حرمنا كوش من حاجة طبعا كل الناس أساسا إيه عايزة الطبق ده أنا سامعيهم أهو كل الناس عايزة الطبق ده بس يعني انسوا بقى ده طبق ينفع النباتين اللي زي حالاتي أهو تمام وكمان هنكمل بالبقدونس إحنا معنا تليفون معانا وفاء ألو ألو أيوا يا وفاء إيه رأيك بقى في الأكلة بتاعتنا النهاردة تسلم إيديكم شفتي بقى عملنا النهاردة أكلة صحية متكاملة العناصر الغذائية أهي تفرجوا بقى عليها كده تسلم إيديكم أهي وفيها بقى نشوية